الكل سامع قل لنا الاضرر وطبعا قل لنا ايه المنابع وابن رأيك على الدليل قل لنا باسلوب جميل واسمع الرأي البديل تلقى نور الحق ساطع ايه تحدي ايه تحدي اهلا بكم عزيزي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج التحدي حاليا النهاردة معانا مواضية مهمة جدا بس قبل ما نبدأ حلقتنا احنا برنامجنا التحدي بنحاول نتناقش بفكر راقي ده الغرض من البرنامج مش نويين بقى اللي احنا يبقى فيه مشاهدات كلامية لا احنا بنحترم المشاهد وعايزين نوصل فكرة معينة مش هنقول بقى ايه لقد نفزت بطرياتي وانتظر وكده لا ده كلام كان قديم لكن احنا النهاردة بنتناقش بفكر راقي عشان كده يساعدنا نتقي بالفلكي احمد شهين عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين اهلا بيك يا استاذ احمد ومعنا الشيخ سيد عبد الحي من علمال ازر الشريف اهلا بيك يا شيخ سيد انا يمكن ما قلتش حلقتنا النهاردة بعنوان ايه ولكن حلقتنا النهاردة بعنوان المسيخ الدجال واصرار المريخ معلش هنبدأ بقى مع الاستاذ احمد المسيخ الدجال طبعا فيه كلام كتير طلع في الاولى الاخيرة وفيه تصريحات من سيادتك بكلام كبير وكلام كتير عايزين نعرف اخر الكلام عن المسيخ الدجال وحداتك بتقول ان هو ظهر بالفعل فعايزين بقى ايه الدلالات بقى او الكلام كبير الاول بسم الله الرحمن الرحيم اختلفت الروايات واطلاق الناس على مدلول اللي هو الكائن الذي يصبح نهاية الزمان والفتنة الكبيرة ما بين المسيخ الدجال والمسيح الدجال فهو الصحيح هو المسيح الدجال تمام المسيخ الدجال ليست ثابتة بدليل انه تنقضت زمنهاتي في السنة بتاعتي تمام من السنة والاسر والبخير ومسلم انه لم يثبت عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد واقوال الصحابة والتابعين انه مسيخ العين وبالتالي فهذه الهورات مكذوبة اما فهو المسيح الدجال حتى لو فرضا او مجازا اطلقنا انه ممسوح العين فهو يطلق عليها المسيح الدجال لانه من المسحاء الكذبة تمام لكن المسيخ دي ليس لها اصل ليس لها اصل لتنقض الهورات زمنهاتي في البتاعة لانه طبعا فهو اللي يطلق عليه المسيخ الدجال هو الفتنة الكبرى وقال رسول صلى الله عليه وسلم مبيني وبين قيام الساعة 30 دجالا كان فيه دجاجلة صررين واسبط رسول صلى الله عليه وسلم انه اول الدجالين هو الحجاج ابن يوسف الثقافية ده بنصر رسول صلى الله عليه وسلم قال اول الدجاجلة ما بيني وبين قيام الساعة 30 دجالا اولهم الحجاج ابن يوسف الثقافية ويوجد دجالون صريرون بردس كده دجالين اللي احنا بنشوفه في اللي هم الديانات المصطنعة وفي المدعين النبوة زي الأحمدية بنشوف داته في فاكستان أو الهند اللي هي الأحمدية وفي المدعين النبوة كل دول الدجاجلة كالزبون أما الفتنة الكبرى والذي بشر به أو حذر منه كل نبي في أمته اللي أنه وصول زاد عليه أنه مسيخ الدجال سيديع الألوهية سيقول هو زعب الفعل دي اللوايات اللي أنا بقول عليها طبعا مسيخ الدجال هو الفتنة الكبرى هو من علامات نهاية الزمان وهو خارج بالفعل أنا طبعا صرحت في وسائل الأعلام والفضلات المصرية والعربية والعالمية بعض وسائل الأعلام أنا مسيخ الدجال بالفعل هو المصطلح الناس فهماه بشكل من ناحية الدينية فقط وليس من ناحية العلمية أو ناحية الدنياوية فهما اللي هو هيجي اللي هو الرواية بتاعت عليها طيلصان وعليه هو يتبعه السابعونة من فرس وحده كلها في روايات ليست من الإسرائيليات أو ليست ليس لأسنات صحيح نعم فأنا قلت المسيخ الدجال في تصرحاتي أنه سهى أنه كان في رواية المتحدة طبعا سيخبركم المسيخ الدجال سيمكس في الأرض يوم كسنة يوم كسنة يوم كشه يوم كأسبوع ويوم وبقر أيامه ويوم كسر أيام أقول دي مجازية اليوم كالسنة هو السنة تعتبر يعني حوالي نقطة نقول ألف سنة اللي هو بداية من الحروب الصالبية حتى حكم بريطانيا الملكة الفكتوريا وبعدين يوم كشهر اللي هو بداية من أفول الإمبراطورية البريطانية حتى حكم اللوات المتحدة ويوم كأسبوع اللي هو حكم بني إسرائيل بداية من 2001 وبعدين بقى أيامه كسر أيام أقول لما يظهروا على العالم من خلال حاكم عالمي زي ما أنا قلت وهيبدأ يحكم الناس فهو كان متواجد بالفعل هو متواجد في الولايات المتحدة حاليا بقى تصريحاتي أنا بقول أنه انتقل إلى ألمانيا حاليا متواجد في ألمانيا وسينتقل قريبا إلى القدس مولده المسيح الدجال المسيح الدجال هو أساسا شرقي يعني هو اتولد في القدس هو سامريه موسى وسافر بعد كده أمريكا لا مش مسافر هو من المنظرين اللي يوم يبعثون مثله مثل إبليس أو الشيطان من المنظرين ولكنه الجسد يفنى ولكنه أحلى تفنى فهو بيتنقل عبر ألاف السنين دي كلها من خلال تجسدات في أجمع هو كان الملك النموذ اللي كان أيام سيدنا باهيم هو نفسه سامريه موسى فقال بصرته بما لم تبصيه بها في صوتها فقبضت قبضتها من أسر رسول فنبستها وكذلك سولتني نفسي ده سامريه موسى لسعنوا العجل من خلال أسر سيدنا جبيل لما نزل بالحصان بتاعه والفاص وفي صور حضرتك جايبها معك طبعا طبعا طيب معنش يا ريت الكنترول يجب لنا الصور وياردها كنت نشلقى جوية السياسة الكويتية طيب طيب عايزين طبعا نبدأ معنا الشيخ سيد عايزين نتكلم طبعا عايز حضرتك تشوف الصور طبعا ونبدأ نتكلم وردا قبل ما نشوف الصور قبل الصور قبل الصور الحمد لله والسلام على رسول الله وبعد الأستاذ أحمد في مسألة المسيح الدجال مسألة الاسم النقطة الاتفاق الأول إن ما فيش حاجة اسمها المسيح نعم هو الروايات كل الروايات صحيحة المسيح ولكن لا يقال المسيح الرقف إنما يقول الدجال يقولنا الدجال بس ماشي لكن لو قلت المسيح حينما يطلق كلمة المسيح يطلق على عايز عليه السلام فلابد من أنا أقيده بإيه كلمة الدجال والدجال معناه الدجأ جاي من الدجل والدجل هو الخلط والكذب يبا الدجال يعني إيه يعني الكذب الذي يخلط الأمور ويكذب نعم لكن احنا بنتكلم في أمور غيبية والأمور الغيبية لا تخضع حضرتك ليها تياريت حتى المشاهدين يكتبوا الكلام القاعدة اللي أقولها دي نعم القاعدة هي استقرائية الأمور الغيبية لا تخضع للتخمين نعم ولا تخضع للاجتهاد ولا تخضع للتجارب المعملية ولا تأخذ إلا من الخبر الصادق والخبر الصادق هو القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنا بنتكلم في أمر غيبي والأمر المستقبلي ده من أمور من أمور الغيب ولا يعلم الغيبة إلا الله والله عز وجل لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل الغيب فالنبي لا يعلم الغيب المطلق نعم إنما يعلم الغيب النسبي يعني فيه غيب نسبي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه لا يعلمه إلا بإعلام الله تبارك وتعالى له والله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من ارتضى من رسول يبقى الأصل إن الغيب لا يعلم نعم اللي ربنا يرتضيه يعلمه يعلمه ها بس هي يعلمه إيه لا وحية بعد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ردنا معلش أنا آسف لقطع كلام سيادتك ردنا عن كلام الأستاذ أحمد إن المسيح أو المسيح الدجال ظهر لا لسه نجاي لسه فيه تعليق هذا أنا أحط قاعدة الأول كده الكلام نعم وعلى ذلك لما أجي أخد الكلام في الأمور الغيبية نعم يبقى أخده من النصوص ثابتة القرآن ما فيش كلام يعني القرآن مش هنتكلم فيه صحيح وضعيف إنما الأحاديث نعم الأحاديث يكون إيه أحاديث صحيحة صحيحة وما يكونش الموضوع فيه اتباع للهو أخد الحاديث العلمزاجي واسيب الكل ولذلك يا أستاذ أحمد دلوقتي أنا بقول له أنت حضرتك قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بينі وبين ساعة 30 دجال دجال حديث صحيح أول وما الحجاج ابن يوسف لا لا أستنى بقى استنى لا أنت جيت هنا بقى في ملعبنا نص الحديث صحيح لا أستنى نص الحديث لحد كده 30 دجال الحجاج ابن يوسف مش مسجد ليس في صحيح هذه تكملة الحديث لا تكملة الحديث فين أين هو الحديث نقول الحديث اللي أخدت ليه كده منقوص لا منقص عندك الحجاج النصف كان ضانيما لكنه لم يكن فاسيقا ولا كان ذاك حداك قلت نص الحديث ونص التاني تكملت لان بقوله انت بالنص التاني ده فيين الحديث فيين الحديث ده مصقوق فيه انت ذكرته الاول عداك المتخصص انا متخصص انت بطريق انا عادي بس انا بس االك الصور دي الصور بتاعت الاساس احمد شهير هذه صورة تجسد المسيح الدجال لانه اساسا الجسد يفنى ولكن نروح لا تفنى دي الصورة على الشمال دي انا بقى لك الحكاية الروح دي يتلقى العبر العصور من خلال اجزاء التجسد كان ايم الملك النمو لا حضرك بتؤمن بتناسخ الارواح بقى الموضوع ده صحيح اه بتناسخ الارواح؟ موضوع صحيح يعني حضرك ممكن بعد كده تلاقي روحك في جسم فار لا مش فار انا ممكن في عالم اخر انا مؤمن بالتناسخ وتقامص والكلام ده صحيح ملوش علاقة بالهندوس ولا البوزيين لكن انا تتطهر من خلال دخولها في عوالي مخرجات فالتناسخ والتقامص صحيح استنادك للتقامص ايه؟ وننشئكم فيه ما لا تعلمون طب مرة تعلمون على الامتام ايه؟ لا بس عشان بس ما تفرعش طب ماشي المسيح الدجال ده تجسده الاخير تجسده طبعا كان ملك النموض وبعدين سميه موسى وفي ملوك عالميين من الحملات السلوبية في الكون الوسطى تصور بايه ده؟ دي مخطوطات قديمة هذه تجسد دي اواحدة هذا تجسد الصورة التانية دي صورة ابليس دي صورة الشيطان الاصلي الحية الصور دي مخطوطات نادرة وموجودة في كهوف اكتشفوها في روسيا وسابيريا حضرتك جيبها من النت ولا مجيبها بحضرتك لصورتها بشكل شخصي الحدي في ابحاث في الرب معروفة موجودة دي صوت ابليس الساقط من الشمس اسمها الملائكة الساقطة هذه هي الحية اللي هو زاحف شبهة السحلية الربريسة لكنه بواكه انسان هذا الساقط من الشمس هو الملائكة الساقط وهو فعلا يتوافق مع المسكول فيه جميل عن وصوص الاصفار القديمة الطواه والانجل والكوان انه حية التي قوت ادم وحوات ملائكة الساقطة يا شيخ سيد ملائكة الساقطة لا دا حاجة نخلصة بالنوقات فهو في حاجات ايد فيه سوابت لكن الحاجات الي ساكت عنها لانها من امورة دنيا والملائكة من امورة ! أم تتخلم عن الملائكة الساقطة يطلق عليها ملائكة لستى ملائكة تدخل في إطاق الامورة الدينية للذين ساكت عنها ووصل لل Saat نهér show our citizens ويخلق ما لا تعلمونMP ونمشيكم في ما لا تعلمهم gegeben الوصول صلى الله عليه وسلم والقوآن لم يسكوا التلفزيون ولا الدش ولا السراط لكن تدخل ويخلقوا ما لا تعلمون وعلى ما أدى من الأسماء كلها فدي حاجات مسكوت عنها لأنها ستأتي بعد رسول فلو كان قال بها أو أخبار بها أهل العرب سورة دي سورة إيه يا سيزاح دي مكتوب جلمة قفرة على جبين أحد تجسدات المسيح الدجال وهو كائن فضائي تم اكتشفه من خلال رحلة أبولو 117 على سطح القمر الكائن ده بقال له 3000 سنة رحلة أبولو اللي طلعت على الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية لأت الكائن ده موجود جوه وكلام ده على اليوتيوب موجود لأت الكائن فضائي هو دون مسجي سورة دي مكالة ناسا ولا حد تجسدات المسيح الدجال مكالة ناسا دي رحلة أبولو 117 على ستنين وسبعين لأت الشخص ده ومكتوب عليه قفرة وكده ومسجي وموجود جوه مكابة فضائية لا تقل عن 3000 عام وهو دون أحد المساعدة جالي اللي هيتم بعد كده اللي هو النزول أرجعتنا أقول ليه معلش ممكن سؤالي أنت بني موضوع مكتوب كافر كافر بالعربي ولا الإنجليشي كافر لا بالعربي كافر الهامي فلا خيبني فناصل يقول ايه أرجعتنا أقول أنا سميته المسيح دجال ليه لأنه سيدع لقوله فضلت الشيخ المقال أنه المسيح لا يختون المسيح بالدجال أنا بقول يختون المسيح بالدجال لأنه يجب يخترين هو بيقول لازم يخترين طيب تمام لماذا أنا موضح نقطة صح ما هو نازل في تكنسوت الأخير وهي يدعي أنه المسيح عيسى عشان كده المسيح الدجال صحيحة لأنه سيدعي أنه المسيح بالضبط دي النقطة الأوانية بالنسبة أنه لو تجد نصوص ثابتة بخصوص المسيح الدجال حضرك بتقول فأنا لا 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 فضل كم بس حضرك ما زكرتش الحديث بتاع الحجاج الدجال والثقافي أرجع له تاني أنا عارفه بس حضرك مفكو فيه لا 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 هذا الشيخ عالم أزهرية أنت اللي تقول لي مستكون في أي نص البخاء ولا مسلم ولا سنة بن داود تمام إذا كانت أنت بتقول نص حديث موجود سلسنة دجالة الحجاج بنود كمل عشان أنا راطعتك لا لا أقوم بالنسبة لي وبيضنا أقوم الساعة سلسنة دجالة سلسنة دجالة صح بس الحديث لحد كنا موجود فين موجود فين موجود في كتب السنة فين في أي كتب مأسنة بن داود التامازين طيب موجودة استاذ انسيادتك استاذ انسيادتك استاذ انسيادتك اكمل كلامك يا فضلط شيخ زي ما الاستاذ احمد كمل عشان احنا قطعناك في النوف انا بيقولك ان الحجاج ابن يوسف لم يذكر بهذا اللفظ في الحديث انا بدافع عن كلام النبي مش عن الحجاج معلش احنا معلش احنا بقولك كان ظالما لكنه لم يكن كذاب عايزين ندي الفرصة على فضلط الشيخ عايزين ندي الفرصة انا زكرت انه كان ظالما لكن حتى لا يظن الناس ان انا بدافع عن الحجاج انا بدافع عن كلام النبي صلى الله عليه وسلم هل النبي قال هذا الكلام ام لا طيب استاذ سيادتك استاذ احمد هنخليه يكمل كلامه وحضرتك ليك الحق فرد بعد كذا النبي ما ذكرش الحجاج ابن يوسف بالاسم خالص النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر على وجه اليقين النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر اسم الحجاج ابن يوسف الثقفي في اي حديث كان طيب ما نبقى لحدك موجود في حديث ثابت ولذلك انا قلت لابد ان يؤخذ الكلام من السنة الصحية تمام اكمل يا فضلت الشيخ طيب المسألة الايام هل هي مجازية نعم ولا هي كده النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب المتعلمين وغير المتعلمين يبقى بيخاطب الكل يبقى الموضوع على حقيقاتي يبقى الايام اليوم كسنة واليوم كشهر واليوم كجمعة او كاسبوع وبعد ذلك كباقي ايامكم نعم قد يكون فيها المسألة مش بالمجازية قد يكون نسبي مسألة الايه النسبية في الاحساس بالايه بالوقت لكن مسألة مش كل واحد هيبقى عارف القارة بتاعة اينشتاين مسألة النسبية الاينشتاين يعني نعم انما النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الكل فيبقى بيخاطبهم بما يعلمون والناس تعلم الايام بتحسب ازاي والساعات بتحسب ازاي دي حاجة مسألة هل هو موسى السامري يقول انه هو موسى موسى السامري يا موسى السامري مان الذي قال دا امر غيب مين الي عرفني انه هو موسى بالاست خلاص مش هو اسمه موسى السامري بالمناسبة يعني سيبنا موسى خليه السامري. خلاص خليه مش هي ده القضية السامري ليس هو السامري. يقول ان هو السامري مطالب بالدليل. فمن اين اتيت ان هو السامري؟ ما انا قلت فقال الله بصوته بما لم تبصيه بيه مالهاشا هو الدليل اهو. فقبضت قبضتها من الاصر وصول فانا بستوها. ما هو الاصر وصول هو سيدنا كبين. اخد الاصر بتاع الاصر هو ده اللي بعمل بين المعجزات دلوقتي والتقدم التكنولوجيا. لا لا سمع. انا سؤالي. انا سؤالي عرفت الكلام ده من ايه. طيب معلش. شيخ سيد بيقول ان هو راح امريكا او هو امريكا. امريكا هو امريكا وهي امريكا امريكا. انا عايز لابد ان يكون في دقة في الدقة. فين؟ انا بقول دلوقتي اعرفت مين. فين؟ انا بس انت تسمع عليها. اذا كنت تسألك الاية اضغان بها في غير موضعها. هددك حاجة نقطة صوية قلت لك الحديث ده فين؟ يعني حاجة مبدئية بيدوث هي في الاصرى ما عرفتش. يا جماعة ما عرفتش. لا 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 لا. ما بقول لك? يعده تاني الحديث موجود فين؟ انت بتقول قلته لك عند ان اقولك صحيح ولا غير صحيح اللي حد اقول لك انت عادة حدرتك قلت ما قالش لان في حاجات البخاوي ومسلم وحده كلها حدرتك قلت ما قالش بس هو قال هناك حاجة نقول لي ابوهير ده پس البداية الحديث ده موجود لا اقربك كلام اللي موجود البداية والنهاية بالحتيت لا استني البداية والنهاية ده كتاب حديث já ده كتب الحديث كتب سنة لما ترجع لتتكلم في التفسير تجيبه كتب التفسير ده كتب تاريخ ده كتب تاريخ ألي بقول لك ما سكو إن schöها ما سكو إن؟ إلي ما ترخي أن تقولي شخص أنه لا ت Rhodes يعني تعني تجب لي حديث مكتوب في كريدنا وتقولي إن ما أكبر أن تجب得 أحدث وصول وأنا قلتلك البخاة مسؤول calling Kerry business يلا بقولنا že الحديث دا ما سكو إن Lecture سواء بقى البداية والنهاية ولا البخاة ولا مسؤول أنت ركيغتك فلأت قالوا إله ما ترقبا نهاية اطراص يالسوا واحدة powdered اسم لي بقى الناس البداية والنهاية بتهلكه حديث وصول لا بتتكلمش عن ميكي ولا سميه ولا بطوف طيب حتى يا سيز احمد لو كتاب مختصب حديث وصول حتى لو في احديث استنى حضرتك معلش حتى لو في احديث فهو كتاب تاريخ ما كتب الادة فيها حديث نعم لكن اما اجي اخرج حديث واعرف الحديث ده بسانده ما هي يا زكرا في البداية ونهية اهو لا مش البداية ونهية يا جماعة عايز سانده لا استقرأ اجيب لك ساند اهو ما البداية ونهية هتسكوا لأحديث مستندها ماشي سابقا موجود خرج صحيح الله ضعيف انت هتخرج لي من الحاجة لا مش الحاجة سابقا البداية والنهاية ايو اقرأ وثبت في الصحيحين ده البداية والنهاية البداية كمّل بقى كمّل كمّل يا حبيبي المشاهد الآن مش عارف ياخد المعلومة صحيّة فأنا وقف عند المعلومة الحديث في الصحيحين بالكثير من اللي أنت هو؟ عن جبيب بن صحيح أنا بقى مش ده تعليقتي أنا عايز أعرف الحجاج ابن يوسف مذكور في الوحل أنت زجرتان فهلا بلا أنا عايز أعرفه قل له قل له أتحدث أي أحد في العالم من يجب من الحجاجز ده موجود فيه يكون تكون ثابت لا مش أنت قريب دلوقتي ما كملك طب نعم كمله وإخير أنا خرجت بقى موجودة أنا بقول لك لا لا خرجت تدخل ثانيا طب ندخل ثانيا أنا عاد بسطوب النقطة التانية فاضلت الشيخ اتفق معي في حاجة في الحلقات السابقة كان دائما على اختلاف تم ندخل ثانيا ونشوف عشان الشيخ عشان نعاك بحيي فاضلت الشيخ الريب المطلق الحلقات اللي فاتت ولاي بالنسبي أنا قلتها والنسي اعترضتني فاضلت الشيخ اتفق معي في النقطة ديان أنا يوجد رايب المطلق لم يطلع عليه أحد ولكن يوجد رايب النسبي اللي فاضلت الشيخ اتفق معي في النقطة اي الحجاجي بمسeilPR gyam والحجاج بمسع انا ما اقول موجوث في الحليس وتبغل لا لا البيانته على المدعي والدليل على من انقر لا انت ياتي لا الدليل على من انقر لا البيانة على المدعي و linguته beraber وليقي ت necessaris طب لماذا لا ليتبغبت الرئيسي ولا دليل على ال Kashuk على الانقر الدليل على من أنكر ليه. معنا مداخل الكereفونية. طيب معنا مداخل الكريفونية. قالوا السلام عليكم. قالوا السلام عليكم. عليكم سلام الله بركاته. قالوا السلام عليكم. ايوه عليكم السلام. تفضل يا فندق. والله بس هوا تعليق صغير على كلام. طيب عالي صوتك شوائي. تعليق بس على كلام الأستاذ. هو بيستشهد بحديث والشيخ بينفي الحديث. او بينفي نص الحديث التاني يعني. فهو بيقول لي الشيخ ما يعني هو ساب الحديث وسب الاصل كله وبيكلم الشيخ هو الحديث مذكور فيه. ولما اتكلم على الحديث مذكور فيه قال له انو مذكور في البداية والنهاية. البداية والنهاية مش كتاب حديث. من قلت دجوه مذكور سابة في الصحيح. يتكلم انا اقول مداخلتي وهمشي. بعدين يقول انت عايزه. طب تفد. البداية والنهاية ده كتاب تاريخ. حضرتك زي وزي اي كتاب رواقي كتاب ادبي بيستدل بحاجات بيساش بحاجاته. في اخر الكتاب يحطي لك المراجع. بيلاقي المرجع النقطة رقم كزا من المرجع بتاعها كزا. هتلاقي عندك حضرتك لو عندك البداية والنهاية وقارده زي ما بتقول. بص في المراجع بتاعته او في هامش الصفحة هتلاقي زاكر لك الحديث ده هو جايبه منين. باختصار يعني. فانت ما تمسكش في النقطة دي هتقول له هو موجود في كتاب ايه ومش في كتاب ايه ومش كتاب في مقرر دراسي يعني. عموما يعني التصريح لمعلوماتك البداية والنهاية ده مش كتاب حديث ده كتاب تريك فانتستشيتي بيتاني افقى حديث. ثانية واحدة حاجة كمان بالنسبة للغايب المطلق والغايب النسبي. النسبي. ماشي. اه حضرتك انت كنت ادعيت قبل كده على ذكرى الحالات القديمة بقى ان انت تعرف ان ممكن تعرف الواحد هيموت امتى? طب الواحد هيموت امتى ده موضع غير بتاع ربنا. بس حاجة الايه وما تدري نفسه وما تدري نفسه بايه ارض تموت. وقلت لما لا تدري نفسه متى تموت. طب ما متى تموت دي برضو بتاعات ربنا مش بتاعات حد. محدش عرف اغير ربنا. تمام. شكرا لاتصالك. اه الشيخ سيد معلش يجواب لنا كده على الكلام اه في ايوة انا انا ازلت مصير في المداخلة. اه. المداخلة ما كلام اه يعني اظن كرر يعني. الكلام اللي حتى قلته. بل اظن كرر. اكد على ما قلت لدي مسألة معروفة اصغر طالب علم عندنا عارفة. تمام. تمام. اصغر طالب علم المتخصص يعرف ان البداول نالت. طب موضوع نص الحديث. لكن الحديث. مش نص الحديث هو الحديث كله كده بس. تمام. اللي هو اه الآن ثلاثون كذابة. تمام. بس بعد كده ما فيش اسم الحد خالص. هو بص البينة قاعدة دايما كده معروفة. تمام. البينة على المدعي واليمين. اليمين. تمام. مش الدليل. لان البينة هو الدليل. البينة على المدعي واليمين على من انكر. تمام. طب انا هاحلف على ايه? مستعد كده هيحلف هيحلف. طيب هستأذي سيادتك قبل ما يجاوب الستاذ احمد مع الستاذ انس. يعني الستاذ انس مدخلة تليفونية. تفضل الستاذ انس. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام والأخبار كيف. علي صوتك يا ساز انس. السلام عليكم. عليكم السلام والأخبار كيف. فضل افادي. يعني ان حرك الشيخ لي بتكلم؟ حضرتك هنا شوية وما ينفعش تسيب اللي هو بيعمله ده. احنا بنتناقش وما يزعقش. تمام. والاستاذ التاني حضرتك ده اسلام مش جر شكل. ما ينفعش كده. احنا حرك الغرب اللي بيفرج علينا دول لك ادي المسلمين وشوية شوية حسنهم امو الخانة. تمام. فضل قول سؤالك يا استاذ انس. تمام وصلت فكرتك. فضل قول سؤالك. لا حرك انا بقول كده حركتك اللي بيفرج علينا برا. تمام. شوية. تمام. 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 نشكر اه لاستاذ انس. اه احنا قلنا في اول الحلقة لازم يكون. انا انفعلت زيادة فهو عنده حق في. نعم. بس برضو قال له استاذ احمد قال له احنا بيتكلم في اسلام مش بيكلم في اي حاجة تانية. نعم. نعم. حلو جدا. طيب فضل استاذ احمد. وانا استجابة للمشاهد ساحتفظ بعدم الانفع. تمام. تمام. كتاب البداية ونهاية ارجع اقول. مش كتاب البداية ونهاية ده كتاب بيدوص الا ان جواه محتوى احاديث عن الرسول وانا قلت سابتة في الصحينة. سبك من من عنوان الكتاب التايتل. لكن تحتيه اه جواه مكتوب سابتة في الصحينة عن البخاري ومسلم عن جاب بن صامة الى اخيره كزا. طيب. طيب. جبه في الحجاج. ده بالعكس ده اولى. يا ده انا سؤالي محدد. دي اه واحد بيدوص للطلبة. مش هندرس للطلبة المصر ام الحضارة وبلد الاسلام ومنبع الاسلام. مش هندرس لله. طيب. إلا الصحيحين عن البخاري ومسلم واحدث مصول الصحيح. طيب. دلوقتي سؤالي محدد. موجود في. موجود في الحجاجة. طيب. لا مش موجود. طيب. مش موجود. موجود ومش موجود. دلوقتي المشاهدين لو في حد عايز يتواصل معنا يتصل بنا على او ممكن يتواصل معنا من الارقام اللي ظهرها على الشاشة. طيب. الكعنات الفضائية. لا لا تسمى الله يكريمك. طيب. موضوع الروح. طيب الروح. ندخل في الروح. الروح بتنتقل من من حد للتاني. نعم. الذي يقول هذا يعني يقول كلام يعني عكس ما قاله الله عز وجل تماما. نعم. مسألة الروح لا يمكن لأحد أن يصل إلى قول فيها. لأن التحدي الله عز وجل في القرآن موجود إلى يوم القيامة. نعم. ويسألونك عن الروح. قل قل الروح من أمر ربي. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فالتحدي سيظل قائما. نعم. مسألة الروح ستظل فيها. سيظل التحدي فيها قائم. لن يعلم أحد عن حقيقة الروح و و و و أين تذهب و ما حدش يعلم شيء عنها تماما. يبقى حضرتك تجيب لي من إن الروح ده ده مسألة غيبية. عشان تقول لي الروح اتقلت من هنا لهنا. وده أمر غيبي. من أين جئت به. لا يمكن تأتي بتجربة معملية. ولا يمكن أن يكون فيها تخمين. لابد أن يكون فيها قرآن أو سنة ثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. فمن أين قتيت إن الروح بتنتقل من هنا وانتقل للدجال من مين ومن مين؟ لا. من أين قتيت بها؟ تمام. فضل إفن. تجسل ده جبتم من إيه؟ حضرتك جبتم من إيه؟ أولا كلمة التناسخ الأرواح أو التقامص هو مرتبط خطأا بالديانات الهندية والجوزية والهندسية والموضوع أبعد من كده بكثير. تمام. يعني أبعد من زي كي بكثير. في طبعا بالنسبة للأرواح طبعا كل روح من أمي ربي ويسنك عن أرواح كل روح من أمي ربي ما عنديش اعتراض عليها. لكن عملية تكنيك انتقل للأرواح هي بتحدث لكننا لا نعلم عليها شيء. لكنها. طب كيف أعلمت أنها تحدث. انت حتى أي شخص في ناس عمتا عن مستوى العالم بيحس إن هم عاشوا في عالم آخر. أنا حاس لنا عاشت في عالم تاني حاس لنا مشانة أو انت تخاطب الأرواح اللي إحنا بنشوفها ليه ولي إنت في المنام والحد كل ما بتطلق أرواح. انت بتخاطب الأرواح جلوده مجندة. بتخاطب أرواح في عوالم تانية وممكن يكون وحك انت اللي تجسدت في عالم تاني. في مدين تاني. يعني ده انتقال أرواح ده موجود علمه موجود. مش علم ده ده حاجة. فيه حاجة في الواب يسمعها البسط لايف. ده خدمة زي الخدمة الفلكية. نعم. أجنك بتقول رتاوت أو كوتشينا. البسط لايف معناها حياتك الماضية. ماذا تعني الفيزيكس الفيزيائيين في الواب بيقدموا الخدمة دي مدفوعة الأجل في الواب. بلت بسط لايف. معناها انت حياتك يستركت إياه. انت ماذا عجلة الزمان والكلام. لا لا لا. انت كنت عايش في احنا دوقتي الكون أو التاريخ يتكون من سبعة عوالم. سبعة عوالم الشمسية. نحن في العالم الشمس الخامس. كل سبعة كل عالم يتكون من سبعة ألاف سنة. في نهاية سبعة ألاف سنة اندصار عصر وبداية حضارة جديدة. آخر العصر اللي فات كان لحضارة أطلانتس. فالأواح دي الأواح هي الوعي أو التاريخ. طيب احنا فين دلوقتي احنا فين دلوقتي احنا في العالم الشمس الخامس الذي اشك على الانتهاء. هندخل بأواحنا عام السادس. اللي هي بقى كويس هيينزل تاني في حالنا ستانية. اللي هي بقى زي ما الفضلط الشيخ كان بيستهزم وبيسخى ولما ينزل في فعه اقولت ده فعلا ده صحيح. لكن هؤلاء القلوي وصالحين. الله يطلق عليه صحيح. 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 الله يطلق عليه بالمستقر الإسلامي الباصل. معلش. فضلط الشيخ يورو. ده حتى صلى الله الله عليه وسلم قال إليه. إذا مات الإنسان قامت كيامته. طب. هستهلت انسياتك بسيط أحمد. ده مش حديث كمان. ده مش حديث كمان. لا استنى انا بذكرك بالحديث انا ما باتهمكش بالكذب فقبل ان تذكر الحديث لا اتهمك بالكذب لكن قبل ان تذكر الحديث تيقن من وجودي قبل ان تذكره انا بكلم على الحجاج من اللي لم يظهر فيه الذي تذكره الان اثبت انه حديث اقسمه بالله غير حانث هذا ليس بحديث ابدا طيب اللي انت بقى طلعولي السابت عن مين اللي هو حديث اسناد ايه هو الاسناد بتاعه لو في اسناد ما لا يعلم الاسناد طيب طيب لو في كتbs هلأ السابت حلمك أثناء معلش لا لا هو اكيد معلش لا ساز احمد هو عالم جليل واحنا لانه شكرا وانا لو استكتليك هتعرف الاسناد فين انا ممكن اقلب لك الراح هتعرف الاسناد في صحيان فيه طيب هيبتاحوا الكتب وران اي حد اي حد عايز اسناد طيب يا جماعة احنا احنا كده مش هنفع طريقة المناشة بالطريقة دي مشاهد مش مستفيد حاجة يا فضل الشيخ. ماشي. ويا استاذ احمد معلش يا ريت ما نقاطعش. اه يعني حضرتك الصوت العالي والمناقشة متدخلة. المشاهد على فكرة متسامح حاجة. انا بتقالي المشاهد اللي يتصد دلوقتي هيقول انا مش سامع اي حاجة من الكلام. طب نخرج لفاصل اعزاء المشاهدين ونرجع تاني استنونا هندي نتكلم عن المسيح الدجال. هم الاتنين متفاقين بس في الكلمة لفظيا. وبعد كده نتكلم عن اسرار المريخ انتظرونا بعد الفاصل. قل سامع. قل لنا الاضرر طبعا. قل لنا ايه المانا. وارجعنا لكم مرة تانية عزاء المشاهدين في برنامجنا التحدي. اه بفقد اذكركم بديو فيه. هو طبعا انتوا اكيد فاكرونه من الصوت كان عالي من شوية. احنا اتفقنا ان شاء الله لازن الله احنا نوطي صوتنا ونتعامل بكل رقية. معنا الفلكي احمد شهين عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين مش عارف ليه جاي معنا الاوروبي. اه والشيخ سيد عبد الحي من علماء الازهر الشريف. طيب هنرجع ونقول طبعا احنا اه اه اتفاضلت الشيخ في الفاصل كان عايز بس يتكلم اه عن حاجة كان قالها وعايز. اه نعم اه حديث كذب المناجمون ولو اه ولو صدقوا انا اه مش مستوثق منه. نعم. نعم. انما لا انفي انه موجود لان القول حفظينه. نعم. لكن اه انا انا الان انا عندي من الشجاعة ان اقولك انا تسرعت ان انا اقول انه حديث او حديث. فلا اكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن مش معناها انه مش حديث. يعني انا الان ام في معرفتي انا. نعم. او ام في توثيقي انا. نعم. نعم. اما اه الحديث. واللي حبي يتأكد يشوف الاسنات. اللي قال انه حديث. لا انا انا اه راجع على طول شاء الله رب العالمين اه راجع من لي علشان دي مسألة اه تهمني علشان حتى لا اقول شيئا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بغيرين. اه الا وانا مستوثق منه. نعم. نعم. اه دي حاجة. الحاجة التانية. الاستاذ احمد اللي قال من قام قامت قيامته ده حديث. انا اجزمه بان هذا ليس حديثا. بس. تاني يا فوق الشيخ. اللي هو الحديث اللي ذكره. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال. ما كم بيكلم على البرزخ وقول. اه النبي صلى الله عليه وسلم قال. من مات قامت قيامته. اذا مات الانسان قامت قيامته. اذا مات الانسان قامت قيامته. اذا ليس حديثا بيقين تمام حلو جدا طيب يعني كده معليش نتكلم اخر كلام لفضيلة الشيخ سيد في موضوع المسيح الدجال موضوع امريكا والمانيا فيه تعليق عليه احنا اتفقنا في الاول قاعدة اللي وتفقى ان ده امور غيبية والامور الاستقبالية امور غيبية طيب الامر الغيبي من اين اعلمه اشعرفني انه هو ده ما يمكن جن ولا حاجة منتقل من هنا الهنا وهي البعض ان ده كزا نعم وبعدين التصور تصور بايه تصور بايه المفروض تصور حتى الصور بقى التطور بتاعه تصور ازاي بص حضرتك بقى علشان الالات التصور دي اللي كي تصل الى هذه المرحلة اجري عليها تجارب نعم تجارب علشان بيصور الاشياء المادية المعودة في حياتي طب وصورة ابليس اللي اتعرض ابليس من طبيعة اخرى هل الكاميرات اللي موجودة اعدت واجريت التجارب لكي تصور ملائكة وجن وشياطين شكرا حضرتك حلو جدا معلش لا خلص خلص خلنا نتكلم بقى حياتك قلت الكلام لا تعقب تقيقة واحدة طيب دي ايه صورة ابليس دي كانت موجودة على كهوف منذ مكتشفة فسابية منذ الاف السنين ليست كامرات ولكنها مرسومة بالنسبة لصور الانبياء فيه توجد صور للفاعنا من 3 و 4 و 5 و 10 و 3 سنة طيب ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن شجرة الزقوم اللي في النار قال طلعوها كأنه رؤوسه الشياطي طيب فربنا سبحانه وتعالى يا شاب داي المعروف دايما المعود في التشبيه ان ربنا سبحانه وتعالى او دايما في التشبيه تشبه شيء غائب بشيء حاضر بشيء معود في الذهن الحالة دية بقى مش كده لان الشيطان غير معود في الذهن حقيقة انما المعود في الذهن ايه عن الشيطان انه اكيد فيه اقبح صورة نعم فلو جيت تقول له واحد ارسم الشيطان هيرسمه بالشكل اللي خوفه في الغالب يعني نعم او بشكل سيء صحيح فما كانوا يتصوروا الشيطان فممكن يتصور شيء ويرسمه مش معناه انه شافه تم يعني الغول 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 ده موجود حقيقة نعم مش وجود من المستحيلات من المستحيلات نبقتوا ان المستحيلة ثلاثات لكن في النقطة هذا ما بس الغول والعنقاء اكمل اكمل فضل اكمل فضل الغول والعنقاء والخل الواف طيب الغول مش موجود يعني الغول لكن كانوا دايما يقولوا الغول الغول ليه لان الغول لو دي التصوروا تصوروا بشيء مخيف ولذلك كان برول قيس يقول عن الحربة بتاعته ومشرفية كانوا مضاجعي لا انا عاوز بالنص التاني بس من البيتول ومسنونة زرق بيقول عن الحربة بتاعته ومسنونة زرق كأنياب أغوالي يعني زي أنياب الغيلان طيب هو الغول مش معهود عاوز يقولي ان شكلها مخيف فأي حد يبقى يتخيل الشيطان هيرسمه بشيء المخيف فما فيش مشكلة ولكن هزي السوء ليست قبيحة لابنيس تمام بسوء واحد يشو زي البن برسم حالة هو الغالب لكن هذا تصور دي سوء مش قبيحة استاذ أحمد أنا عايز أسألك بقى في حاجة تاني الكائنات الفضائية وكوكب المريخ ده موضوع كبير 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 بيقولوا ان حضرتك انت حضرتك قابلت عالم من العلماء اللي شافها ولا قابلت كأن فضائي ده تم تداوله في كمال فضائيات العربية وتم عامل اللقاءات ماية فوصة ولو حضرتك شفت الكائن الفضائي صفلي طبعا تم يعني نشف مقابلتي ليه في CNN والـ OC2DAY وجماعة وسائل العالم والفضائيات إضافة للفضائيات المصفية تمام العالم ولا الكائن الفضائي مقابلتي ليه تم نشوها في وسائل إعلام العالمية مين؟ الكائن الفضائي ولا العالمية أنا مش عالم هو كان فضائي علم منهاجه أقول في كلمه المقابلتي للعالم ده أو الكائن الفضائي تم نشوها في وسائل إعلام العالمية بدأ من CNN وسائل اليوم لأنها أخذت انتشار وسائل الناس مهتمين ليه بقى؟ تمام في حاجة اسمها الزاهرة؟ تمام تفضل الزاهرة اسمها اليوفو طبعا الزاهرة دي أو الأطباق الطائرة وكائنات الفضائية وحكاة اختطافهم ومقابلتهم للكائنات الفضائية دي متواجدة في الرواب بس بكل اختصار يا سيد أحمد عشان بس معانا أربع ساعة للوقت متواجدة في الرواب كلها منذ عشرات السنين منذ الخمسينات في حادث اسمها ويزويل اللي هي اختطاف مقابلت الكائنات الفضائية واختطاف بعض الناس طبعا المقابلة دي حدثت لي في واحد سيوة من خلال التخاطر أو التليباسي من خلال هما اللي بيختاروا الناس يتكلمون جميع اللوات العالم دول كان أحد اسمها الووتشارز أو الانوناكي اللي هي مأم الووتشارز تاني ايه الكلمة تاني ايه؟ انوناكي ده جنس فضائي ساز ربيع سلام عليكم ورحمة الله خط قطع طيب الكلام الكبير الان هناكي البووتشارز هما الملائكة يتطلق عليهم ملائكة عات بطن أو الكائنات المجنعة بووتشارز معناها الحمين للناس طب معانا الحاجة سناء معانا شخص احمد حاجة سناء سلام عليكم سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام وبركاته سلام عليكم وعليكم السلام بفضلية حاجة سامعيني ايوه انا بس عندي ثلاث نقطة حقولهم بسرعة من شاء الله نصول نقطة تانية حاجة النقطة الاولانية هي الاستاذ احمد من سين طويلة قال ان مبارك حيموته لغاية دلوقتي مبارك حي يرد انا اتوقف في الفضلية انا من دول الحاجات اللي هي بحققة ليه انا بعتاش في حاجة تانية بس في حاجة تانية سيد احمد حاجة احمد تقديش لحد الخرصة سواء في اول سورة البقرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب اول حاجة قالها ربنا اول حاجة ذكرها الغيب لما انت بتتفلسف بكل شيء بلا دليل شرعي اين الغيب واين سنذهب من قول الله عز وجل انما الغيب لله انا عايز اعرف معنى منك يا اتصال احمد انما الغيب لله النقطة التالية استانى بس عشان انت بعد كده تشرح حضرتك عايز يعني نفسي اعرف انت عايز توصل لايه بالضبط الدين ليس ضد القلم لكن عن قلم وهدى وكتاب منير يعني مفيش مشكلة بس عن قلم وهدى وكتاب منير وشكرا شكرا لاتصالك اللي اعود عليها اساسي الكلام موجه ليها اولا الموت مبارك انا اعترفت في فضايات قولت قبل كده توقعات المحققة ليست 100% ولكن 7-8-2 من 10 دعم مستوى العلم اعلى نسبة توقعات فال13% منا موت مبارك وانا اعترفت بكده وبعترف ان هي من ضمن الحاجات اللي سقطة او واقعة على حس الملائكة الساقطة فما فيش مشاكل انا بكتهد حاجة واقعة مش مشكلة والبعتان في ان هي ما حصلتش بالنسبة للوايب يوجد وايبان المسكول ممكن نقول ما عليش بلاش الملائكة الساقطة عشان ما حدش فهم حاجة ده المصطلح اللي في الرب بلاش نقوله عشان ما حدش فهمه ما لازم دي نقطة 3 اللي اعود عليها الوايب بقى اللي هو كلمة الوايب اللي هي في صوت البقرة ارجعتين اقول في كلام ده وفضلت الشيخ سيد اكد عليها كلام ده ان هيوجد وايبان مطلق والنسبة المسكول في القرآن ريب المطلق اللي هو علم الساعة اما الوايب النسبي فهو الامور الحياتية ده وضيك النقطة الثالثة لماذا يريد احمد شان وماذا يريد ان يصل اريد ان اصل انا قلت بك انا حافظ القرآن الكريم كاملا بربط علم الفلك وعلم النجوم هو علم نبو الهي بربطه بالدين بحاول احذر الناس من الاتي بعد انتهاء النبوة لما يبقى بعد المباشرات منها الوقع الصلاحي وعلم الفلك والنجوم ربنا ارضع اسواه في الاجامة السامرية في الكواكب بحيث نبين انا كعلم فلك ونجوم ببين للناس ربنا مقدر ايه وحظر الناس من التسنم ومن الاعصير والحد كلها لان النبوة انتهت بخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم الكائنات الفضائية لحدك كلمتها حضرتك بس طبعا جواب على ما بقول الغيب المطلق والغيب النسبي الغيب المطلق يعني مطلق الغيب يعني كل الغيب لما حضرك بتقولي الغيب النسبي هو الامور الحياتية لا ما نقصدش كده نقصد الغيب النسبي اللي هو بعض الغيب يعني ما نقولش انه يعلم كل الغيب انما يعلم شيء من الغيب الله عز وجل يطلع علي انما مش معنى الغيب النسبي الامور الحياتية ده الغيب النسبي الحاجة اللي واقع عن الناس في حياتهم كل الغيب كل الغيب لكن هل كل واحد يعني مثلا هنأكل ايبوك مثلا يعني هنقبض ولا لا مدين من الامور العبية العلم الفلاح بيشتر بس الموضوع معلش يا سيد عبد موضوع الموت حضرتك تنبأت اللي بتقول بحاجات كتيرة بس الموضوع الموت مؤلم اوضوا ان هما يجيبوا الفيديو بيجيلك هنجيب الفيديو بس معلش توقعاتي بالموت وحدة زيت بأعلى نسبة توقعات في الموت بتعرف ازاي ما دي بقى ما ديش وليت انت بتوح الدكتور بيقول عندك فيوس بتقول له هتعرفت الفيوس ازاي دي انا من الهيئة الفلاكية ميلاد انسان باعه هيموت امتا هيمرد امتا الفلوس رجاله امتا ده شئولتي دي تكنيكة بدلالات فلاكية بس دي حاجة يا استاذ احمد معلش نقطع كلام سيادتك دي حاجة يعني فيه اجماع من الناس كلها او اجماع وموجودة في الدين وباديهية ان ما فيش انسان ممكن لا مش موجودة في الدين الكلام ده خاطئ انا بقولك انها ليست من الاسبت في الدين لم يقول الله ومتد نفسه ماذا تكسب هذا ومتد نفسه بأي افضل تموت لكنه لم يقول ومتد نفسه متى تموت كان الهى ومتى تموت الوصول صلى الله عليه وسلم تم التبشيبه بكوب اجله سيدنا داود سيدنا موسى اخذ الله اخذ عهد عليه او اخذ عهد الله انه لن يموت الا بعد ان يعلمه وحديث فق العين الملك الموت موسى دي معروفة فالموت معروف فايزاي دي بقاديلة فلاكية دي شو اللي تانا طب من خلال التصالات فلاكية معينة بقى وفي زي كانها يموت امتى بالزرط طيب وكلام دا فيه توقعات موسى فاتن حمانة طب يعني حدرتك في حاجات بتعرفها طب ومسلا انطيارة الروسية اللي واقعت دي حدرتك عارف مين طبعا انا اول انا قبل اجهزة المخابات العالمية وقبل ما تنشفوا وسائل الاعلام ايجوا بعادية جميع الوسائل الاعلام العربية من درا كان مجلات لبنانية عالية جوائد في الشوك الاوسط نشرت عن احمد شهين المخابرات تتصل قبل اجهزة المخابرات ما تنتق ولا تقول دا ولا كذا انا كنت يوم السبت وقعت طيار الساعة 9 الساعة 10 كنت ناشر بوست ومنشورة على جميع وسائل الاعلام المسيح العالمية نقل احمد شهين قبل اجهزة الامن تنتقل والتوم تم ضربها بسلاع بساوخ موجه من قبل داعش بساوخ موجه واسوائل ضلع فيها من خلال حروب الجيل الخامس الجهاز الليزة الاشعة الكهوماناتيسية اسلحة الجيل الخامس ولم تسكت بكم بنا يعني دلوقتي الرئيس بوتن ممكن يجي يسأل حضرتك يا استاذ احمد جاهز للاجابة بوتن يعلم من هو احمد شهين وسأل عنه بالفعل بوتن سأل عنه بالاسم الاجهزة السيادية داخل مصر وخارج مصر من هو احمد شهين ويستدلوا بتوقعاته بدليل ان في حاجات ما بتوقعش لانهم بياخدوا حظائهم منهم نساء الخير وعلى مسؤولية احمد شهين وان المخابرات لو مخدتش حضرتك معهم كده يبقى المخابرات مقصرة واش ضواءك حل نسيب انا اللي دخلت موضوع روسيا والله لو اتصل على حضرتك كده اشعافك لو ماتصلش عليها جايزة بنتصل عليك ومش يعرفوش شغلو طب المريخ احجزة المخابرات نستعين بفلكيين سيب بروسيا ده في تقارير عاملها لاستاذ انادى ما جبناش تبادل وقت ولكن طيب خلينا في المريخ المريخ والكأن الفضائي شكله عمل ازاي عشان الكأن الفضائي ملاش عقب المريخ الكأن الفضائي ده جاي من الوناكي من كوكب نبيرا او بلانت اكس اما المريخ ده موضوع تاني شكله عمل ازاي هو مثل البشر يوجد مرسول صلى الله عليه وسلم برضو حديث شفوض الشيخ دلاتي يقول لك ملاش اصعر حديث رسول مثل ادم يوجد الف ادم احنا مش لوحدنا فيك بس انا كامل كلامي ولا سكت مثل ادم يوجد الف ادم يعني هينفع نعيش في المريخ في مليون جنس بشري في اكثر من الف منهم شبه الانسان دول زينا بالزبط بس مجنحين يوجدوا على كوكب نبيرا او كوكب بلانت اكس هو الكوكب الحدي عشر او سنة عشر نجبونا التقرير اللي عملناه مفيش تقرير دلوقتي طيب فيه تقرير طيب خلاص هيجبوا التقرير لا هيجبوا التقرير طيب ارأي حضرتك لوطلات المريخ مش عارف انا مش متوقع لما طلع المريخ لكن هو سؤال مفاجئ لسبب يمكن انا سمعت من فترة ريبة كان فيه لقاء تلفزيوني وفي الصحافة ان مختارين ناس على مستوى العالم من جنسيات مختلفة للسفر رحلة بلا عودة للمريخ وعرفت انهم مسافرين كابلس سنائيات مستعدين للبحث والتنقيب والقراءة والاطلاع والمعيشة معيشة كاملة على سطح المريخ لان احنا عرفنا ان بعض العلماء او ان في مياه وبالتالي فيه غلاف جوي بايزن ممكن يكون فيه هوا ممكن حضرتك تطلع المريخ لا طبعا طب ليه لا طبعا احنا مش هنعرف نعيشة الا في الارض بس وبين خلقنا كده طيب يعني لو قابلت حد مرة واحدة وقالك ايه في الشارع يلا بي فتحوا رحلات للمريخ تعمل ايه هتقول الرجل ما مجنون اكيد اقول العلم مجنون تطلع هو ومش خايف يعني هتلبس زي رواد الفضاء وتطلع في الصاروخ كل ده مش هيلك ليه كده هتاخد مين معاك طب هتاخد الدكتك ده معاك وانت طلع اكيد يعني انت عايز تفهم ان انت ممكن تروح الكوكب ده وانت ركبت تكتب تقدر تطلع كوكب المريخ لا مقدرش طبعا ليه طبعا صعب متعارف فين كوكب المريخ لا ما عرفش ده نمودير المنطقة التعلمية ميطلع ويطلعون فوق في كوكب المريخ تعمل ايه؟ اطلع في كوكب المريخ اطلع تعمل ايه؟ اطلع لو في مصالح هناك وفي شغله وفي مصالحة اطلع هيجبولك الشغل هناك ولو في شغلك هناك برضو حيات من دي اطلع بيع تتصغل ايه؟ انا بشتغل في العقرات في العقرات؟ في اي مكانك؟ يعني انت شايف ان فيه شوق اهلاك وعمرات؟ ممكن يكون في شوق اهلاك وعمرات وانا كانت فيه برضو نطلع لعمل اهلاك في كوكب المريخ هتطلع تعمل؟ طبعا رجعنا من التقرير الجميل ده وعايزين نتكلم مدير المنطقة التعليمية طيب احنا طبعا النهاردة تكلمنا عن المسيح الدجال وتكلمنا عن المريخ احنا طبعا هنتكلم عن المريخ وهنرجع معلش يا سوز احمد المريخ والكائن الفضائي دي حالتك بتقول عليه طب معلش معلش تعليق شايف يقول طب اقولي سؤال معلش حضرتك لما تيجي تزجر حديث ارجو انك تتقن منه الاول وما تصدرش علي لان ده شغلي لو فات مني حاجة معلش لكن انا لما اتكلم في حاجة هتكلم فيها وانا متأكد منها اما تقول لي الحديث اه ان الشيخ هيقول اه اه ده مش موجود والحديث ده مش صحيح فعلا مش كل جهود تمام حلو جدا ولا أنا جاي هنا يعني جاي منظر بس لا 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 إحنا كلنا بنحترم سيادتك والأزهر والأزهر بار عن منارة كبيرة إحنا بناخد منها العلم طيب خلينا في المريخ نتكلم عن البسلة المريخ حاجة والأنوناك اللي قابلته حاجة تانية دول ما يطلق عليهم مصلاحا مثل البشر ولكنهم مجنحين لما كان يسقوا في الحضارة البابلية والسومرية في إنسان مجنح طويل اللي هو زي أبو الهول أبو الهول يطلق عليه شاسع بعنخ هو دون تمثال الأسد المجنح أو برأس إنسان فهو مثلنا طبعا في أكثر من مليون جنس من ضمنهم ألف بس الشبه البشر من ضمنهم مثلنا ولكنهم طوال منهم اللي هم من سلطهم قوم عاد أو العمليك أو النفليم اللي هو قالوا فهدخول عليهم البابة حطة اللي هو سيدنا موسى وبني إسرائيل فطبعا فقابلتهم في واحد سيو أما المريخ فهو ده كصة تانية المريخ هو أصل الجنس الآري الأبيض اللي هو منهم هتلر والنازل كلهم الجنس الأبيض أساس البشر على الأرض القرى الإفرقية الإنسان الأسود أما الجنس الأبيض فأصوله من المريخ اللي هو أتى من المريخ اللي هو النوديك والسويب الصورة دي ايه؟ دي فتاة دي على سطح المريخ وكالة ناسا من سنوات قليلة عندما طلعت فوق من المسباب بتكتشف سطح المريخ وجدت امرأة تلوح بيدها أكأنها بتشاور ودعا لطبق طائر دي امرأة على المريخ لا يعلم من أين أتت على كوكب ما يتثبت أن فيه كنات حية وأن الجو صالح صورة دي حقيقية أولا جرافة؟ لا حقيقية ناسا لا تظهر صور أو لا تتبني جو غير صالح جو هناك لا ما فيه حاجة أولا فيه كواجب فيه عملية مطلقة بالإنسان معامل هل تصلح الحياة؟ فيه رواد فضاء دي واح وما أعرفوش بيه ما هذا كلام اللي أنا قلت برضه على فضاء قبل كده أن القيامة قامت على سطح المريخ وانتهت فبالتالي هو فعلا ويصاح لأن القيامة قامت هناك ولم تعد هناك صلاح الحياة لكن هزا اللي يامنا عليش خلينا نقف خلينا نقف لكن هزا قيامة قامت على سطح المريخ رد حضرتك إيه؟ أبو لاهب بتاع المريخ زمنه في النار دلوقتي بس؟ مش هول أكثرون كده طيب هزا برضه كائن أو إنسان بشري هزي أهرمات على سطح المريخ والصور اللي قابليها كائن بشري تحنط القيامة قامت عليه وتحنط واحد سوى حضرتك قابلت فيها الأنوناكي تمام الأنوناكي ده أنا يعني عزين معليش حضرتك فيه صورة طب دي ما حطينا هنا لا يصور اللقاء ما تصورش؟ لا لا يصور ممنوع دول متقادمين عندنا بملايين السنين والفوترافية بتاعتنا من أيام أبو جهل بالنسبة لهم طيب الصورة دي صورها ازاي بتاعت المسيح الدجال؟ لا المسيح الدجال دي في بعضين من النفرق عشان بس الناس تعرف صورة إبليس دي على كروف من آلاف السنين أما صورة المسيح الدجال فهي من مخطوطات أما الصورة اللي أنا عطيها الأخير للناس فدي وكالة ناسا اللي اكتشافها المصبوع الفضائي اللي طلعته عشان يكتشف المريخ فدي حاجة ودي حاجة ودي حاجة هل ينفع موضوع اللي كان الفضائي ده انت رأيك فيه سريعا كده مع حضرتك الأول خطوة للخلفي بس كده حضرتك أستاذ أحمد بتقول أن هتلر و جماعة دولك إيه أصلهم من إين؟ الجنس الأري أصول الجنس الأبيض جنس الأبيض من المريخ إذن طب تربة المريخ زي تربة الأرض؟ أساسا هو إيه سيطلق عليه توقع بالأرض قبل قيام القيامة كان توبيته زي الأرض بدليل أن الناس اكتشفت مياه العماصر الناس اكتشفت مياه وأنه كان صالحا للحياة في فترة من الفترات ولكن أنا قلت وده أسبب تلامي أن القيامة قامت فلم يقعد صالحا أرجعتين أقول أنه واسول قال مثل آدم يوجد ألف آدم تفترع على الرسول من اللي بقولك هام؟ على مسؤوليتك شخصية لا مش سؤوليتك شخصية كان في آدم؟ لا أنا أكلم على قول النبي صحيح ما فيش حاجة أسمع على مسؤوليت الشخصية أنا بقولك الرسول قال الرسول قال وأنا بقولك الرسول ما قالش الرسول قال يجمع طب أعدتوا في الرسل تهوس ولا إيه بالزلط الرسول قال وفي ناس بيقولوا كلام كتير الاختلاف مبتوغ الاختلاف في كل أصول الاختلاف في كل أصول هاختم بكلمة الشيخ سيد عبد الحي أحد علماء الأظهر الشريف شكرا لك يا شيخ سيد ونورتنا كتير وقبل مختم لو في حاجة عايز حضرتك تقولها في النهاية قل الباني عليه دليل والهادم عليه دليل نعم والدليل لابد أن يكون متطابقا معه للدعاء يبقى دليل ينسجم مع الدعوة التي أدعيها تمام فلا أقاتي بكلام من هنا أو من هنا لا دليل علي أجي أقول أي دليل أقول قال الله ويكون القول دا مش موافق الكلام اللي بقوله أستدل بآية على موضوع تاني تمام أو حديث على موضوع تاني خالص شكرا لك يا شيخ سيد بشكر للفلكي أحمد شهين عضو الاتحاد الأمريكي للفلكيين شكرا لك جزيلا أن نورتنا أعزائي المشاهدين معلش أنا بعتذر على لو كان في أي خروج على الياقة يعني أو في خروج أو بصوت عالي أو كده بشكركم على وعدة باللقاء ناخر برنامج التحدي مصطفى الملواني دمتم في حفظ الله وأمني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة